والله هذه المطحنة يعني شفناها من جدنا يعني عمرها حوالي 100 سنة وجدنا على زنزال ومرب العالمين يعني الحمد لله ما حدا صار له شي بدنا نصالحه صالحه في نفس الحجر يعني وبدو يكلف علينا كتير وجوب نظامات عساس يساعدونا ما حدا ساعدنا وإن شاء الله بنعمر يعني المنطقة بحاجة عوقات تنقطاع من الخبز من كذا يعني فيها مساعدة كتيرة لكل المنطقة يعني مو بس إلنا إذن ننجبر بنندين ما بنندين بنعمرها يعني والتوكل بالرب العالمين عبت حالي طحين وبالغور وحبوب كله يعني عم مشتغل فيها يعني بدأ منطقة بتحاج بحاجة يعني أنا أوقات عمس يعني أنقاطعت الزندين وفي كل المنطقة ما بغيها المتحنة والحمد لله شغلناها وما عطلت معنا يعني الليل مع النهار شغلناها وما انقاطعناها الحمد لله موسيقى هو بننعمر إنشت شغله مشان يا سمع الله جتناها أزمة ما أزمة وعلى ما تنغطى يعني يعني فيها مساعدة وفيها فائدة يعني الحمد لله هو بننعمره بالحجر لأنه حجره أساسي والبلوك عمله الضمان يعني هو مومو قنطر يجباري من نفس الحجر مننا نعمر فيه وبيكلفنا عنا حوالي أربع خمس طلاف دولار وما معنا على المبلغ يجباري من نتدين لأبعزين إذا صار شغل من نوفي العالم ما صار شغل من نبيعنا الشغل من نوفي العالم ما منتخلى عنا نحن عنا ما منتخلى عنا طاول يعني هاي أبرا صارت كذا ثاني وما تخلى لنا عنا والله وهلا حاليا يعني 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 بعرفها بنور عم شغله بس مش العالم ما تنغطع لا مش المصاري ولا مش هنشي بس في عالم بحاجة للتحين يعني عبو جوا بتحنو وبحجي ومورو والحمد لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة